لو سقطت مصادرنا الأصلية اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت أترد بعقل أحبا نقمل بعقل وده يرد بعقل وده ينكر بعقل يبقى الدين يبقى ونعوبة بين عقل المسا برحب بيكم عزام شاهدين في حلقة جديدة من حلقات النقل أم العقل نوعين حلقتنا النهاردة شيخ الأصعر الأسبق عبد الحليم محمود يعاهد سيد البدوي في قبره وإحنا شفنا في الحلقة اللي فاتت شيخ الأصعر الدكتور أحمد الطيب هو بيقول أن الأصعر كان فيه شيخ متصوفين والنهاردة لينا سؤال عند شيخ الأصعر هل حضرتك متصوف أم لا نشوف شيخ الأصعر هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي خد لبال حضرتك الشيخ الأصعر فيهم مجموعة كبيرة شيخ طرق شيخ طرق مش يعني ناس منتمين إلى طرق أنا مش لسته شيخا للطريق وإنما أنا أنتمي إلى الطريق لأن والدي كان صحيحا للطريق ونشأت وعرفت أن الصوفية الحقيقية يعني هم خلاصة الخلاصة أو هم الناس كما يقولون شيخ الأصعر بمضح في الصوفية بيذكر أن مشيخ الأصعر مجموعة كبيرة منهم شيخ لطرق الصوفية وأن هو شخصيا صوفي بسبب أن أبوه شيخ طريقة صوفية وأن أهل الطرق الصوفية هم خلاصة الخلاصة أو هم الناس كما يقولون يعني أهل الحق وغيرهم على باطل وضلال وإحنا هنتوقف قليلا عند كلام شيخ الأصعر الدكتور أحمد الطيب ونشوف مع بعض هيقول إيه في الفيديو اللي جاي خد لبال حضرتك الشيخ الأصعر فيهم مجموعة كبيرة شيوخ طرق شيوخ طرق مش يعني ناس منتمين إلى طرق أنا مش لسته شيخا للطريق شيخ الأصعر بيأكد أن أكتر شيوخ الأصعر شيوخ طرق صوفية وبرضو لأنهم أشعرة زي ما بيقول شيخ الأصعر الدكتور أحمد الطيب في الفيديو اللي جاي معظم أو كل علماء المذهب الأشعري بما فيهم شيوخ الأصعر القدامى كانوا متصوفين ولهم كتب ولهم رسائل في التصوف بيقول أن معظم أو كل علماء المذهب الأشعري بما فيهم شيوخ الأصعر القدامى كانوا متصوفين وكانت لهم كتب ولهم رسائل الشيخ الأصعر بيقول أن شيوخ الأصعر مش يختروا وبس لأ دليهم كتب ورسائل في التصوف وعشان نعرف مضمون هذه الرسائل والكتب هنشوف مع بعض شيخ الزغبي وهو بيتكلم عن كتاب كتبه شيخ الأصهر الأسبق عبد الحليم محمود في كتاب التصوف المنقذ من الضلال يرجع معايا بالحرف الواحد فضلت الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله رحمه الله ورحمة واسعة يقول لما أردت أن أكتب عن السهل بدوي ذهبت إلى ضريحي وقلت له أعطني العهد فأخرج يده من الضريح وصافحني يعني عاهدني طبعا الدكتور عبد الحليم كان رجل عابدا كان من أصحابي كلمة الحق كان الرجل من الزهات وليس كذبا لكن لبس عليه لبس عليه والشيطان يصنع الأعجيب والشيطان يصنع الأعجيب الشيخ الزغبي بيقول في كتاب التصوف المنقذ من الضلال يرجع معايا بالحرف الواحد فضلت الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله وأكد رحمه الله ويقول لما أردت أن أكتب عن السيد البدوي ذهبت إلى ضريحه وقلت له أعطني العهد أمدت يدك فأخرج يده من الضريح وصافحني يعني عهدني طبعا الدكتور عبد الحليم كان رجلا عابدا كان من أصحاب كلمة الحق ده كلام الشيخ الزغبي كان الرجل من الزهاد لكن هو لبس ليس كذبا ولكن لبس عليه والشيطان يصنع الأعجيب والشيطان يصنع العجيب واللي بيسمعني خد بالك من اسم الكتاب اللي يقلفه شيخ الأسهر الأسبق عبد الحليم محمود التصوف المنقذ من الضلال وطبعا الكلام ده على وحدة مين؟ على وحدة الشيخ الزغبي وفي الحقيقة أن الشيخ الزغبي قال الكلام ده على قناة فضائية فلو كان كلامه خطأ أو كده كان الأسهر رد عليه لكن الأسهر ما ردش وده اللي بيدي كلام الشيخ الزغبي مصدقية نرجع لإسم الكتاب إسم الكتاب التصوف المنقذ من الضلال وطبعا طالما إن التصوف بينقذ من الضلال فأي حاجة غير التصوف تبقى ضلال بل وخطر ما فيش حاجة هتنقذ الناس من الخطر ده غير التصوف والغريب إن شيخ الأسهر الأسبق الشيخ عبد الحليم محمود لما كان عاوز يكتب الكتاب نشوف الشيخ الزغبة هيقول لنا هو عمل إيه في الفيديو اللي جاي يقول لما أردت أن أكتب عن السهل بدوي ذهبت إلى ضريح وقلت له أعطني العهد أمدد يدك فأخرج يده من الضريح وصفحني يعني عاهدني بيقول لما أردت أن أكتب عن السيد البدوي ذهبت إلى ضريح وقلت له أعطني العهد أمدد يدك فأخرج يده من الضريح وصفحني يعني عاهدني يعني التصوف الموقف من الضلال هو كتاب عن السيد البدوي وكرماته يعني الشيخ عبد الحليم محمود عاوز يكتب كتاب عن السيد البدوي راح القبر السيد البدوي اللي مات من 200 سنة وقال له اعطني العهد امدد ايدك يا سيدنا البدوي راح قام السيد السيد البدوي مد ايده وصافح الشيخ عبد الحليم محمود وعهده وهنشوف سمرات هذا العهد اللي ذكرها الشيخ الزغبي اللي ذكرها الشيخ عبد الحليم محمود في كتابه التصوف المنقذ من الضلال ونشوف الفيديو اللي جاي مع بعض المهم في باب في الكتاب يقول ايه ربما يعجبوا انسان حينما يحدثوا او تحدثوا امورهم في مولد البدوي يعني الزنا اللي بيحصل والامار والاجرام اين السيد البدوي من كل هذا وهنا بيقول المهم في باب في الكتاب بيقول ايه ربما يتعجب انسان حينما يحدث او تحدث امور في مولد البدوي يعني الزنا اللي بيحصل والامار والاجرام اين السيد البدوي من كل هذا الشيخ الزغبي بيدينا مثال عن اللي في الكتاب وبيقرأ من أحد أبواب الكتاب وطبعا الشيخ الزغبي بيقرأ كلام الشيخ الأصهر الأسبق عبد الحليم محمود اللي كتبوا بنفسه عن الحاجات وهو واجهها خلال تصوفه يعني وفي الكتاب سؤاله بيسأله الشيخ الأصهر لنفسه ويقول إزاي الزنا والأمر والإجرام بيحصل أثناء مولد السيد البدوي طبعا السيد البدوي بالنسبة للصوفية لضريحه الصوفية بتحتفل بمولد السيد البدوي عند الضريح ده طبعا المفروض أن الشيخ عبد الحليم محمود الشيخ الأصهر الأسبق بينكر الكلام ده لأنه إهانة لمولد السيد البدوي والسيد البدوي نفسه أو أقل حاجة يقول أن الكلام ده ميرضاش عنه السيد البدوي والكلام ده عار على اللي يعمله ولا تزير وزير وزير أخرى هنسمع الشيخ عبد الحليم محمود شيخ الأصهر الأسبق هيقول لنا إيه في الفيديو اللي جاي الدكتور يسأل قال السيد البنوي لا يفعل شيئا في هذا اليوم لثلاث أول نقطة يا دكتور لأن رحمته تسبق غضبه في هذا اليوم من فرحته النصر حاله يعني من كل حتة هذا يا عوذ بالله لا إله إلا الله أنا ما قدرش أقول إلا كلمة لا إله إلا الله وأنا معقبة بأكثر من ذلك لأن معقبة بأكثر من ذلك الشيخ الزغبي بينقل من كتاب الشيخ الأسبق عبد الحليم محمود التصوف المنقذ من الدلال الدكتور يسأل السيد البنوي اللي هي فعل شيئا في هذا اليوم لثلاث أول نقطة بيقول كده يا دكتور لأن رحمته تسبق غضبه في اليوم ده من فرحته أن الناس رايحاله يعني فيه رايحاله من كل حتة يعني وبعد يد رح أقال إيه هذه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله أنا ما قدرش أقول إلا كلمة لا إله إلا الله ولا أعقب أكثر من كده ده كلام إيه الشيخ الزغبي وطبعا الشيخ الزغبي بيقول من كده بشيخ الأسهر الأسبق عبد الحليم محمود خلينا نعيد كلامه ونشوف الفيديو اللي جاي لأن رحمته تسبق غضبه في هذا اليوم من فرحته الناس رايحاله يعني من كل حتة هذه أعوذ بالله من أشتمره لا إله إلا الله أنا ما قدرش أقول إلا كلمة لا إله إلا الله وأنا معقبة بأكثر من ذلك لأن معقبة بأكثر من ذلك وهنا بيقول إن رحمته تسبق غضبه في هذا اليوم من فرحته إن الناس رايحاله يعني من كل حتة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا إله إلا الله أنا ما قدرش أقول إلا كلمة لا إله إلا الله ولن أعقب بأكثر من هذا سؤال لأي مسلم مين اللي رحمته تسبق غضبه؟ طبعا الله هل ما شيخ الأزهر الصفية زي الشيخ عبد الحليم محمود يعتقدون بألهية الأولياء لأن اللي رحمته بتسبق غضبه هو الله أو إله آخر مع الله المشكلة إن السيد أو إن البدوي اللي رحمته بتسبق غضبه يعني مش بيخضب على الناس اللي بتزني في المولد بتاعه لعب أمار وتعمل إجرام لأن السيد البدوي فرحان إن الناس رايحاله في المولد ده فبيكلمهم يعني كده كأنه بيكلمهم من قبره زي ما كلم شيخ الأزهر عبد الحليم محمود وما تدلوا إيده وعهده ويقول للناس أنا رحمتي سبق غضب طالما أنتوا عبرتوني وجتولي في مولدي الزنا حلال الأمار حلال الإجرام حلال يعني الشيخ الأزهر الصفية بيعتقدوا إن الأولياء اللي زي السيد البدوي ممكن يحللوا الحرام ويحراموا الحلال وطبعا ده الشرك والمشكلة إن الشرك ده هو بنكوسين اسمه التسوف المنكس من الدران واللي هو عقيدة كل الأشعارة من ضمنهم شيخ الأزهر يعني الشيخ الأزهر عقدتهم التصوف وده اللي قاله الشيخ الأزهر في الفيديو اللي جاي خلينا نشوف مع بعض يجي لك مثلا المذهب الحنبلي المتشدد يرى أن التصوف كفر ولذلك تجد معاركهم في ما تزروش القبور ما تعتقدوش الأولياء ويتهمون الدول التي فيها مثل هذه الأمور بأن عقائدهم مدخولة وهنا زي ما شوفنا بيقول كده يجي لك مثلا المذهب الحنبلي متشدد يرى أن التصوف كفر ولذلك تجد معاركهم في ما تزروش القبور ما تعتقدوش في الأولياء ويتهمون الدول اللي فيها مثل هذه الأمور بأن عقائدهم مدخول طيب ده يرسل حقد ويرسل كره ودلوقتي أنا هعمل لكم ملاحظ لحلقة النهاردة شوفنا شيخ الأصهر وهو بيمدح السوفية ويقول أنهم هم أهل الحق ويعلن أنه سوفي وبيأكد أشعارية الأصهر وأن كل شيخ الأصهر سوفية وليهم كتب ورسائل في التصوف وأخدنا مثال شيخ الأصهر الأسبق الشيخ الأصهر الأسبق الدكتور عبد الحليم محمود ومن خلال كتابه اسمه التصوف الموقف من الضلال اللي بيشرح لنا من خلاله وأنه كتبه عن السيد البدوي وشوفنا أن الشيخ عبد الحليم محمود في الحقيقة بيتكلم عن إله مش ولي زي ما بيعتقد السوفية وأن التصوف ده هو الموقف من الضلال اللي هو التوحيد اللي بيرسل الكره هو الحقد زي ما بيقول الشيخ الأصهر الدكتور أحمد الطيب ونوصل كلامنا عن التصوف فكونوا معينا في الحلقة الجاية وتابعوني ألتقي بكم في الحلقة القادمة اللي هي كتب السنة فهذا أعظم بألف درجة من أن تسقط أراضينا أنت هترد بعقل أنت من أقبل بعقله وذي يرد بعقل وذي ينكر بعقله يبقى الدين يبقى ونعوبة بينحاقون المسا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر